ذلك ونجد مثلا المسمى العربي زيطوت وهو كما يسقدم نفسه ديبلوماسي سابق في الجزائر كان في ليبيا وهو عضو قياده في جماعة رشاد ماذا قال نشر منشور وتشاهدونه في السورة يقول منهجنا كان وسيظل المقاومة السلمية في كفة الظروف ما دام العدو خارجي والمقاومة بكل الوسائل بما فيها البارود إذا كان المعتدي الخارجي إذا كان المعتدي الخارجي يعني هل من الآن من الممكن جدا أنه فيه دول ممكن تعتدي على الجزائر وتأتي بقوات مسلحة وتدخل الجزائر تنتظر في العربي زيطوت حتى يقولهم أنه العدو خارجي هل من الممكن أن يحدث هذا وهو نفسه الذي اسمعوا ماذا يقول أن الجزائر يتمنى أن يحكمها أردوغان اسمعوا ماذا يقول حقيقيا نعيشها في الجزائر مأساة هو أن الجزائريين وهذه كانت في أكثر تعليقات التي طلعت عليها في المواقع الاجتماعية وفي من تناقشت معهم أن ليس لدينا نظام حكم وطني بأي معنى بل بالعكس كان هناك كثير من كتب وقال يا ليت أردوغان هو من يحكم الجزائر يا ليت أردوغان هو الحاكم في الجزائر أو هو الرئيس في الجزائر أو هو صاحب الأمر في الجزائر لأن أردوغان الآن يمثل صرخة في وجه فرنسا يعني صاحب الأمر يا ليت يكون رئيس ولكن فيه جملة خطيرة جدا صاحب الأمر يعني يتحكم في الدولة الجزائرية يعني لا يكون رئيس جزائرية يعني لا يمكن يكون رئيس جزائرية يكون صاحب الأمر يعني يواصي على الدولة الجزائرية هذا كلام خطير جدا جدا أليس هذا دعوة إلى التدخل الخارجي؟ قد يقول لإنسان أنه فقط ضرب مثال ليضرب مثال فقط على مدى محاولة استصغر أبدا ليست هذه الحقيقة وكشفتها كثير من الأمور على كل حد ترى أن العرب زيتوت جماعة رشاد هل حقيقة هم دعاة سلم كما يقولون وأنه كما كتبوا في بيانهم لتأسيس جماعتهم التي كان فيها محمد سمراوي الذراع الأيمن تبع الجنرال العماري إسماعيل العماري الذي يتهم من طرف هؤلاء بأن إسماعيل العماري هو الذي أسس الجية وأسس وهو الذي كان وراء المجازة من ارتكبت في الجزائر ومحمد سمراوي هو ذراعه الأيمن وكان لديه علاقات مع خالد نزار وتشاهدون في الصورة صورة محمد سمراوي مع إسماعيل العماري مع خالد نزار وغيره هذا محمد سمراوي من المؤسسين من الخمسة المؤسسين لحركة رشاد وفي بيانها الأول ذكروا أنهم صاروا خمسة مؤسسين وفي بعدين صاروا يذكروا أنهم في ستة ستة مؤسسين ويكتبوا بأنه محمد سمراوي استقل لأنه في ذلك الفطرة كانوا في حاجة أولاً محمد سمراوي في ذلك الوقت ألف كتاب أو اشتهر وقاع سنين الدم منال شهرة كبيرة وأرادوا أن يغطوا أنه جايبين ضابط سابق كانوا في المخابرات الجزائرية حتى يعبروا عن الانفتاح على الآخرين فقط كانت مجرد تغطية فقط على هذا الأمر على كل حال ليس هذا موضوع العربي زيتوت يخون كل من يختلف معه كل من ينتقدها ينتقد جماعة رشاد رأي مهمة من جماعة عبلة كما يسمي فيها رأي مخابرات هي التي تنسق وتحارب جماعة رشاد كأن المخابرات ليس لها شغل إلا جماعة رشاد أنا أقول لك جماعة رشاد لو لم لو لم يتسبب في في الإضرار بالحراك الشعبي وبالإضرار بالمعارضة الجزائرية الحقيقية التي تنشد التغيير وأنهم بذلك لعبوا على حتى خلوا الناس يبتعدوا على هذا الحراك وأنهم عبارة عن بقايا عن بقايا كما سميتهم بقايا عن طرزوابري ولبسوا أقنع جديدة ما تكلمت عليهم أبدا ولكن حان الوقت أن نقول الحقيقة لأن ما فعلته رشاد والماك وهؤلاء الجميع ما فعلوه بالحراك الشعبي الجزائري التاريخي الحراك العظيم عندما حولوه من حراك كنسة يحدث غير حقيقي في الدولة الجزائرية حولوه إلى معركة أخرى من معارك الجيا والمية من قبل فأضروا إضرار كبير بهذه الحركة وللأسف سكت عليهم الأحرار الحقيقيون الذين تهمهم البلد ويهمهم استقرار ففتح لهم المجال فوجدوا فاستعملوا الغوغاء واستعملوا الغثاء واستعملوا الضحايا ضحايا ضحايا الفطرة البتفريقية بلا أدنى شك من أجل الإضرار بالحراك الشعبية هم يريدون تعفين الوضع في الجزائر هم يريدون المواجهة الدامية في الجزائر هم يريدون أن يسقط الجزائريون يريدون الجيش يقتل الشعب لم أحزنوا حزناً كبيراً عندما أعلن القيد صالح تخندقه مع الحراك الشعبية وهذا الذي أزعجهم لو القيد صالح أخرج الجيش وضرب الشعب من تقدوه مثل ما فعلوا معه عندما تخندق مع الشعب الجزائري وعندما أنقذ الجزائر من مسار دموي كبير أحيك لها واستعملوا عواطف الجماهير المتعتشة للتغيير والتي عانت من الظروف والغاضبة على عصابة متفليقة فاستعملوها استعمالا قديرا لذلك أنا لا يهمني شخص لا يهمني شخص زيتوت يكون ما يكون ونحن نعرف وهو يطعن في كثير من الناس وأنا شخصيا طعن فيه لأنني في فطرة معينة كنت في الجيش خلال فطرة الانقلاب على الفيس هو كان دبلوماسي أنا كنت طالب ضابط لا حول لي ولا قوة أتكون في اليزداد في الغاية وهو كان دبلوماسي ولم يغادر منصبه علا عندما طلب منه أن يدخل الجزائر في خبس وتسعيد أو أخر ربعو تسعيد لم يطحن لأنه كانت الظروف الجزائر في هدينا ولا يمكنه أن يعود إلى الجزائر فطلب تمديد المهلة سنة أخرى وعندما رفض هذا التمديد غادر إلى لندن وفتح النار على النظام ونال اللجوء السياسي بسبب ذلك ومنذ ذلك الحين وهو على نفس الخطر غازل الجماعات الإرهابية في الجزائر غازلها في تلك الفطرة ظنا منه أن الجماعات الإرهابية ستنتصر على الجيش وعندما فشلت جاء دائما يحرض 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 على المواجهة وللأسف وجد نظام فاسد مثل نظام بوتفيقة الذي أعطى له الفرصة ولكن أمر آخر هناك معلومات تتحدث رويت لي من مصادر بأن جماعة العصابة طفيق والأياماتهم الأخيرة اتصلوا بالعربيزيتو حتى يكون عضو في المجلس الرئاسي الذي نو تشكيله وهم الذين قالوا لروح للسفارة وكذا 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 مثل هذه الأمور ولكن الأمور لم تستقر له ولذلك رفع من وتيرة التحريض على القايد صلاة لأن الأمر لم ينجح له لو نجح له الأمر وحكمت الجماعة وأس مجلس الرئاسي وصار عضو في المجلس الرئاسي لكان لديه خطاب آخر قد يقول القائل أنت تفتري على العربيزيتوت العربيزيتوت رجل مناضل سلمي دبلوماسي استعمل الخطاب السلمي لا أبدا العربيزيتوت استمعوا بمن يشيد كانت هناك جماعة أخرى تسمى المية وهي الحركة الإسلامية المسلحة حركة الإسلامية المسلحة نظام فعل كل شيء القضاء عليها لأنها كانت تمثل خط معتدل يريد مقاومة النظام أو الجنانات الذين استولعوا السلطة الجنانات الذين قابوا بالانقلاب في القانون العسكري يعدمون هؤلاء قابوا بالانقلاب يعني لو تمكن منهم الرئيس لا عدمهم يحكم القانون العسكري لكن هؤلاء قابوا بالانقلاب حركة المية أو الحركة الإسلامية المسلحة التي أسسها التي تأسست وكان ترأسها عبد القادر شبوتي عبد القادر شبوتي من مجماعة مصطفى دو يعلي تكفيري حقيقي بمعنى الكلمة هذه الجماعة الجماعة ذبحت الجزائريين ارتكبت المجازر بحق الشرطة وبحق العسكر وبحق ما يندله جبيب وكان حملت السلاح وأسست تنظيمة وزرعت لها فروع ومارست اغتيالات وكذا 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 تخيلوا يصفها بأنها جماعة معتدلة هل من يحمل السلاح ويكفر الناس ويقول طواغيت ويقتل الشرطة ويقتل ويغتال وكذا وكذا حركة معتدلة من يحمل السلاح خارج من فكرة الاعتدال انتهى الامر ما تقول لي الجيش الرسمي أصلا هو جيش عنده سلاح ولكن يأتي مدني ويشكل تنظيم مسلح وبعدين ذلك يصير يرتكب اغتيالات ويعمل لفبراز ويذبح في الناس ويقتل وانتوا عارفين بهذا عارفين تاريخ المية الحركة الاسلامية المسلح كان في عبدالقادر شبوتي وغيره ومنصور الملياني وجماعة هذوك جماعة مصطفى بو يعلي جماعة مصطفى بو يعلي التي تغلغلت بعد ذلك في جبهة الانقاذ وصاروا قيادهين كانت كل الاختيالات التي حدثت في الجزائر العاصمة في الرويبة في الغاية في بل جراح بو زرع كلها كلها اللي دروها الجماعات الأفغان كلها كانت تحت مسمى المية أو الحركة الاسلامية المسلحة الحركة الاسلامية المسلحة هذه أيضا كان من مؤسسيها سعيد مخلوفي وكان قيادي في جبهة الانقاذ وألف كتابة العصيان المدني وهذا يعتبر من أخطر الكتب التي أُنّفت وظهرت أيامات العصيان المدني وأيامات العصيان المدني التي تعلنها الفيس في أعتقد في التسعين أو الواحد وتسعين في الواحد وتسعين نعم والعصيان والإضراب الشامل وكذا وكان ظهر هذا الكتاب الذي كان يدعو إلى العصيان المدني إلى العسيان المدني وسعيد مخلوفي من المؤسس هذا التنظيم ولديه فتاوى بالقتل والذبح وغيره العرب الزيتوت لم يكتفي بهذا الأمر لم يكتفي بهذا الأمر بل أشاد حتى بالجياء تنظيم الجياء الجماعة الإسلامية المسلحة التي بقرت بطون الحوامل وذبحت الجزائريين استمعوا ماذا يقول عنها العرب الزيتوت في 1995 قام بذبح القيادة الحقيقية للجماعة الإسلامية قام بذبح ما يزيد عن مئتين وعتبروا أنهم الأنصار الجزءرة وعلى رأسهم الإمام وهذا رجل عالم ومفكر محمد السعيد وقاعد الجبهة الإسلامية لنقاذ آنذاك وهذا مهم عبد الرزاق رجام ذبح زيتون هؤلاء ذبح القيادة الحقيقية للجماعة الإسلامية وتولى هو القيادة الحقيقية ومن هناك بدأ في العمل لمصلحة المخابرات بدل أن يكون لمصلحة المقاومة مصلحة المخابرات بدل أن يكون لمصلحة المقاومة معناها أن الجيا عندما كانت قبل جمال زيتوني كانت مقاومة أذكر جيدا أنه قبل جمال زيتوني حكمها أحد الشيعة الجزائريين نعم شيعي متشيع تدرب لدى حزب الله في لبنان وذهب وجماعة مشاوا حتى الإيران تدربوا حتى في إيران كان تزعم أمير الجيعة قبل جمال زيتوني قبل جمال زيتوني أميرها كان من أمر الشيعة وكان يفتي بقتل عموم الشعب بردة الشعب الجزائريين وكان في تلك الفترة قبل 1995 كان عنطر زوابري قيادي كان عنطر زوابري وشقيق علي زوابري وجماعة هذا وكل كانوا قيادين في الجماعة كانوا قيادين في هذه الجماعة ليتحدث ويريد أن يهم المشاهد ويهم الناس أن هذه الجماعة كانت مقاومة حقيقية لم يبقى إلا أن يقول مقاومة سلمية من سلمية قبل هذا وشوفوا ماذا أشاد أشاد بمحمد السعيد أنه مفكر وعالم هاو ماذا يقول محمد السعيد المفكر والعالم المحمد السعيد ماذا يقول استمعوا لي ماذا ما يقول من مراكز هنا في هذا المشهد يتحدث من خيمات الجيعة كريمة أخيرة إن شاء الله إلى الدعاة والعلماء والأمة الإسلامية عامة من الشعب الجزائي والله نقول لكل إخواننا الدعاة والعلماء والمفكرين والعاملين في كل أرجاء العالم الإسلامي من أبناء أمتنا الكبيرة نقول لهم إن ساعة الحسم قد أزفت وساعة العمل قد حانت فإن الجهاد المبارك قائم على أرض الجزائر من أجل تحرير جميع المسلمين من ربقة الطاغوت والأنظمة الجاهلية التي سامت أمتنا سوء العذاب نقول لهم إن ما يجري في الجزائر ليس إرهابا كما تريد الدوائر الاستكبارية والطاغوتية أن تقنع بذلك العالم وإنما هو جهاد المبارك لإقامة شرع الله وبشرع الله استمعتني الجهاد قائم في الجزائر عبد الرزاق رجام اللي قال عليه أنه قياد يمفيش وقتل عن طرزوابري قتل عن طرزوابري استمعوا له ماذا يقول ولكن كان أمور الأخي لازم يعرفهم فيما يخص الجبه الإسلاميات كل عامين ما عندها متين واضي إلى خيره الجبه الإسلامية منذ الإنقلاب وهي على مستوى المكاتب الولايات أعطت تعليمات شفوية بتكوين جماعة مسلحة والناس ليراهم ما زالهم على قيد الحياة يبينون قال في هذا التسجيل الذي أيضا من الجبال من أحراش الجبال الجزائر حيث كانت الجية هو الآن بين قياديين في الجية كان يقول بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ أعطت أوامر شفاهية بتكوين تنظيمات مسلحة وهذا ما ينفي كل الإدعاءات يقول بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا تتحمل مسئولية إنشاء جماعة مسلحة هذا هو لا هذا هو العربي الزيتون فضلا عن هذا هو العربي الزيتون هذا هو الذي يعتبر أحد أو رأس الحرب في جماعة رشاد ترى هل تبرأ من إشادته بهذه الجماعات؟ هل قال بأنني كنت على ضلال عندما دافعت عن هذه الجماعات؟ وعلى فكرة هذا الحوار الذي أجراه مع قناة الحوار حدث هنا بعد الجماعة معناها أنه لو كان قالها في نفس الفطرة نقوله تعاطف مع هذه الجماعات كانت مسيطرة على الجبال وكانت منطقة أن تسقط النظام فيراد أن يغازلها لكن هذا قالها بعد سنوات قالها بعد سنوات هنا في الألفية معناها بعد قوانين المصالحة وبعد الوئام المدني وبعد حل الجيش الإسلامي للإنقاذ اللي كان يقود فيها مدني مزرق هذا اللي ندار هنا معناها شوف سمها مقاومة إذن استعمال اللفظ مقاومة سلمية وهنا يستعمل المقاومة فقط ما قال المقاومة المسلحة قال يقول المقاومة والآن استعمال المقاومة السلمية وتحريض على المواجهة وأن الوضع سيتعفن وأن 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 كل أكبر دليل قاطع على أنهم يعطون يخادعون الناس يخادعون الناس بشرعارات سلمية وهم هدفهم العنف أنا أردت بهذه التأكيدات حتى أقول بأن هؤلاء ليسوا كما يظهرون عبر المدخلات وأحاديثهم اللي يوجهوا فيها الجزائريين أنهم دعاة سلم لا أبدا هم دعاة عنف ولكن لا يريد أن يعلنوا يخلوا الظروف ويساعدوا الظروف ويعملوا على تأهية الظروف التي تؤدي إلى العلم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله